توفيق الحكيم 1902-1987 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات توفيق الحكيم 1902-1987 ميلادي ولد حسين توفيق الحكيم بمدينة الاستندرية لأب مصر وأم توطية وتلقى تعليمه لابتداء بدمها نور وتعليمه الثانوي بالمدرسة العباسية الثانوية بالاستندرية ثم تخرج في مدرسة الحطور بالطاهرة وقت شغل في أثناء دراسته بالكتابة للمصرح وأراد والده أن يبعده عن الحياة المصرحية في مصر فأرسله في بعثة دراسية إلى باريس ليحصل على شهادة الدرطورة في القانون ولكنه وجد المجال متسعا في باريس ليتفرغ للفن الذي يعشقه ولما عاد إلى ميس سنة 1928 ميلادي عين وتيلا للنائب العام بطنطة لمدة خمس سنوات ثم استقال من وظيفته وعاش في عزلة حتى أخرج كتابه الأول مصرحية أهل الكهف سنة 1932 ميلادي وأتبعها بمصرحية شهرزات وفي سنة 1933 ميلادي عين مديرا لإدارة التحقيقات بوزارة المعارف ثم عمل مديرا لدار الكتب ثم انتخب عضوا بمجمع اللغة العربية ثم عضوا متفرغا بالمجلس الأعلى للفنون والأداب والعلوم الاجتماعية وفي عام 1958 ميلادي منح ويسان قلادة الجمهورية وهو أعلى ويسان في ميس ولتوفيق الحاتين مصرحية تأثير أشهرها هيزيس السلطان الحائر ياطالي الشجرة الطعام لطول فام شمس النهار عودة الروح ويتميز إنتاجه بالروح الوطنية العالية سوى في قصصية أو في مصرحياته مما يبعث في نفوس الشعب روح الكفاح والصمود وفي يوليو سنة 1975 ميلادي منحته أكاديمية الفنون الدورتورة الفخرية بصفته رائدا في فن الكتابة للمصرح أثار في وجدان الشعب المصري والأمة العربية على مدى خمسين عاما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد